سوق الوحمة أو ما يعرف بسوق الوحمات والذي يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي أصبح ملاذاً للأزواج الباحثين عن إرضاء زوجاتهم اللواتي يتوحمن على أصناف مختلفة من الفواكه والخضروات والتي يكون أغلبها في غير موسمه حتى لا تظهر أثار الوحام على الطفل المولود كما يسود الاعتقاد لدى الغالبية من الناس يغطيك العافية في هذا السوق يجد الأزواج ضلتهم عندما يضنيهم البحث عن فواكه الشتاء في الصيف أو العكس بناء على طلب زوجاتهم في أشهر الحمل السوق الوحمة سيدي هذا من سنة الستين إحنا منخزن إبضاعة من إبضاعة الصيف للشتاء إبضاعة الشتاء للصيف منخلي موجودة على مدار السنية يعني زي اللوزة الكراز المشمش التوت إبضاعة الصيف منخزنها للشتاء وإبضاعة الشتاء اللي هي الفواكه الشتوية منخزنها للصيف وهالأم مجرى سبب تسمية سوق الوحمة ما السبب؟ لأنه بيجوني زباين يعني المدامة بتتوحم أبوي بتوحم ستي كذا فسميناه على هذا الاسم سوق الوحمة عشان هيك يريد تحكينا شو أبرز للعصائر والفواكه الموجودة بالمحل والله أنا بعمل عصير بالصيف بعمل عصير قسب السكر بالشتاء بعمل عصير رمان يعني مواز موسمي وبنعمل عصير صبر كرز أحمر يعني يريد تحكينا المحل من سنة الستين هل كان يعني متوارث هذا المحل من الأجدار؟ نعم المحل هذا كان لوالدي من سنة الستين فأنا يعني طورته واستمرت فيه كما نلاحظ أن المحل صغير نسبيا يعني نعم بس أنه ما شاء الله نشوف توفر كل إشي فيه الحمد لله هو صغير لكن الحمد لله فيه كل إشي يعني إيش ما تطلب إيش ما يجي يعني يجي على بالك بيكون موجود شكرا الله إيش ما يختر على بالك أي نوع فواكه سواء كان شتوي صيفي ما بكون موجود عندي الأسعار بشكل عام يعني لما يكون مثلا غير موسمه يكون هل تختلف عن أسعار طبعا إذا كان بغير موسمه طبعا سعره أغلى شوية مثلا الكرز الأخضر بموسمه الكيلو بدينارين بغير موسمه بكون بست دنانير أو بسبع الرمان بموسمه بكون الكيلو بسبين قرش بستين قرش هلأ الكيلو بدينارين الأسعار بتفاوت من وقت لوقت يعني أنا ما يكون غير موسمه بس بسبيل أنه يتوفر هذا نعم موجود مثلا هلأ البطيخ مش متوفر موجود بالأسواق يعني بيبقوا الكيلو بخمس دنانير بس أنا هلأ عندي مش متوفر لأنه غالي كتير بنختصره لا ينطبق المثل القائل من طلب الشيء في غير أوانه عقب بحرمانه على سوق الوحام في وسط البلد والذي يشكل استثناء فريدا من بين الأسواق العادية الأخرى في المملكة ولذلك يمكن القول أن من طلب الشيء قبل أوانه وجده في سوق الوحام وسط عمان ترجمة نانسي قنقر